اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل الخاص بك على تطبيقك الخاص انستغرام لايت من خلال الضغط على الضغط والاعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا للضبط والاعدادات نقوم بالنزول للأسفل نأتي إلى التطبيقات نقوم بالتخطئ عليها ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل لتبحث عن تطبيق انستغرام لايت هنا ثم بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على انستغرام لايت ثم سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها تضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين هنا تقوم بالضغط على إدارة التخزين ثم تظهر معك هذه النافذة تقوم بالنزول للأسفل تضغط على هذه العلامة الزرقة كليل أو مسح ثم تضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف يقوم بحل المشكل الخاص يعني بعد أن تقوم بإطفاء وتشغيل الوي فاي الخاص بك سوف يقوم بحل المشكل الخاص بك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو